اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او 5 افريل 2022 اليوم هو اول فحص لهذه التقسيمات التقسيم هذا بصندوقين هو تقسيم يعني بوضع اطارات في الجهتين مع نزع الصندوق الاصلي والاطارات تكون يعني متساوية يعني على اليمين وعلى اليسار دون البحث عن الملكة هذا اول فحص نشوفه مع بعض هذا هو التقسيم هذا بسم الله كثافة يعني ما شاء الله انش سنراء اذا هذا هو التقسيم الاول كثافة كما تشاهدون سدر مع بعضين بعض ايهما الذي بنى البيوت الملكية ومترجم الى الفاتر احنا اذا اول هذا لا توجد به بيوتس هذا امامكم لا توجد به بيوت هذا الاطار الاول هذا البيتين وهناك عدة بيوت هناك كذلك بيت هنا دون البحث عن الملكة الملكة غير موجودة حتما الملكة موجودة في الصندوق هذا الذي امامكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الخالية الثانية كذلك نفس الكثفة هذه مدام ان الملكة موجودة في هذه الخالية سأكون بتبديل الخالية في صندوق 10 إطارات احسن اشتركوا في القناة اذا هناك بيض وحضنة مفتوحة اذا الملكة هنا انا فحصها قبل لذلك متأكد ان الملكة هنا تقسيم منذ شهر رابع واليوم الثامن كما شاهدتم كما شاهدتم الملكة هي هنا انا يعني فحص في الاول هذا الصندوق وجدت ان هناك بيض يعني انتهى الامر لابد لا وجودة للبيض معناه ان الملكة في هذا الصندوق صندوق هذا مدام ان الملكة هنا ملقحة هي تحتاج الى صندوق 10 إطارات وكذلك سأضع لها إطارات وعطيها التغذية لكي تتطور اكثر اما هذه الخالية هذه الخالية في امامكم او تقسيم هذا الاول هو بدون ملكة وفيه بيوت مغلقة ومفتوحة بعد يومين ان شاء الله سأتي وانزع بعض البيوت المغلقة وطرق فقط البيوت مفتوحة حتى تكون هناك ملكة نتيجة من بيضة والملكة التي تخلق من بيضة فهي ملكة ممتزة وجهيدة نظرا لما يقدمه النحل من اعتناء لهذه البيوت من غذاء ملكي وكذلك حرارة وإلى آخرها من أمور إذن اتضحت الرؤية هنا في هاتين خليتين واحدة بملكة والثانية بدون ملكة أنا قمت بتغيير الصندوق وضعت أساس على الطرفين لأن أغلب الإطارات حضنا حتى يمنع هذا الإطار هذا الأساس شمع أساس حتى يمنع الدخول البرد بين إطارات دمتم في رائعة الوحد السلام عليكم ورمضان تيريم صحف تركم جميعا إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر